لما بنتكلم عن النادي الاهلي ونقول ان هو وجهة مشرفة للرياضة المصرية ده مش مجرد كلام ده واقع وواقع كمان ايه شامل تفاصيل كتير تاريخ حاضر أرقام إحصائيات النادي الاهلي والاهلوية كلهم النهاردة في حالة ترقب شديد لتحديد منافسات كأس العالم للأندية في القرعة اللي هتقام النهاردة ان شاء الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ودي النسخة الرابعة على التوالي اللي بيشارك فيها النادي الاهلي في مونديال الأندية بالنسبة لحضور القرعة فقرر كابتن محمود الخطيب تكليف كابتن حسام غالي طبعا عضو مجلس الإدارة بانه يسافر الى المملكة العربية السعودية والحضور كممثل عن النادي الاهلي في قرعة كأس العالم للأندية بإذن الله بإذن الله نسخة الحالية نحقق فيها إنجاز مختلف بقى كمان وعن اللي فات وبدل ما احنا خدنا الميدالية البرونزية ثلاث مرات قبل كده ربنا يستحل حال المرات يا ماري نتكلم بقى في ميدالية حضية الهبية ما فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم ولا في حاجة مستحيلة على النادي الأهلي لا الحقيقة طبعا وخاصة يا كريم أن احنا داخلين الموسم ده يعني بداية قوية وفي معسكر فليه لا أكيد ممكن نحقق يعني إنجاز أكتر من اللي احنا حققنا خلال السنوات الماضية في كأس العالم للأندية أكيد نتمنى كل التوفيق لفرقنا